المحققاش اللي أنا عايزه كله يعني عشان الإمكانيات والاهتمام بكورة الهاتف باللاقي أنت الأفكار الفكري مش متوافق ولما يبقى الناس اللي جايباك مش متوافقة معاك فكرياً في نفس الإجابة مفيش حاجة تتنفذ فبالزبط فوقفنا عند حاجات كتير يعني منها مثلاً أنت دايماً فترة الإعداد المنتخبات بتتم قبل البطولة بشهر أو شهرين دي صورة بتاعتك وانت في الإمارات دي اه في الاجتماع مجلس إدارة دي مين اللي جنبك كده فاكرهم ولا ده كان أبو علي نصر الحماد وأبو راشد أبو عمر ودي كانت فيرة منتخب السرائلة كنا عملي لهم من معسكر في الإمارات بتانى ننظمهم لهم ده رئيس الاتحاد كان سعيدة رئيس الاتحاد وده جابر سعيد بقى ما كان مسك الوصل ده كنا عاملين يوم شوف كرش بتاع جابر سعيد ربنا تدي له الصحة الله ما أمين وحشتنا جابر من الشخصات الجميلة برضو ده دي أنا كنت منظمة دورة مدرسية كنا عاملينها دي من ضمن الحاجات اللي أنا عملتها هناك بحيث إن إحنا الرياضة تبتدي من المدارس عملناها سنة ما تعملتش تاني ما تعملتش تاني وكانت إنك حدا سعيدة عبو غفار أبو مايد ده أمين عام الهيئة من الشخصات الجميلة اللي تعملت معها في اللجنة الأولمبية وفي الهيئة لما كنا مغفضوا نتاقوا بلدي شوعلت لندن 2020 الومبي جيمز الومبي جيمز دي كانت عندنا في اللجنة الأولمبية ما كنت أنا مسك في اللجنة الأولمبية كان دورك إيه في اللجنة الأولمبية أنا قلت فيها فترة كنت ماسك رئيس قسم المؤسسات الرياضية واللجنة التنظيمية وكان لها دور اللي هو الاجتماعات كلها بتاعت الخليجية كنت بحضرها مع يوسف السركال سعد يوسف السركال كنت أنا اللي بجهز بقى لو فيه أي مشاكل في أي لعبة بتاعة كنت أنا بجهز ملفات بتاعتها نتناقش فيها بعارف إيه التفاصيل بتاعتها على مستوى بقى الدول العربية على مستوى الدول الخليجية الخليجية لما كان بتبقى فيه دورة ولا حاجة كنت أنا اللي بروح بقى أنا للمسؤول الفني والإداري عنها أعمل تقارير عن الفرق عن المشاركات بتاعت الفرق اللي هناك كده طيب وإحنا بنتكلم كده فيه حاجات كده بتدور في الأزهان في الدورات اللي كانت مجمعة لكونا بنسافرها في ألعاب إفريقية أو في إفريقيا أو في البحر المتوسط كل البطولات دي كلها لما كنا بنبقى موجودين مع بعض اسوأة لعبة كل الأندية كلها بتبقى موجودة معاك وإداريين والكلام ده كله حصل لكش بوقف من المواقف الكده اللي انت تفكرنين بها كده وكنت في أي بقصة من البعثات كده حصل حاجة أنا عارف أنت عندك حاجات كده بتاريخة بها تاريخة ساعة نتكلم في سنين طويل عدد فتكر كده مخمخ كده وفتكر طيب لحد ما تفكر هناخد كابتن سامح لبيب لعب كورت الياد للأهلي السابق وده بشهلك بقى ده أخوك أخوك كبير هنشوف أخوك كبير هيقولك إيه ودرجاتها طبعا